اشتركوا في القناة السراج يلتمس فيه نصائح الحلف الأطلسي وخبرته على صعيد بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية مضيفا أن الطلب قيد الدراسة السراج يستمر بالاستقواء بالغرب لاستمرار حكومته المرفوضة المربكة أمام عجزه عن إدارة الوضع في العاصمة الليبية وخارجها حيث لا تسيطر عليها إلا الميليشيات المسلحة المتناحرة هناك وتقاسمها إلى مربعات نفوذ وسط تجاهل حكومة السراج مرفوضة وإذا وفق الحلف الناتو على طلب السراج يكون بذلك السراج قد فتح أبواب ليبيا على مصرعيها لتدخلات خارجية من بوابة تدريب ومساعدة على تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية والعسكرية وهي في الحقيقة تكوين ميليشيات تابعة لهم قد تزيد وضع إرباكا أكثر في العاصمة طرابلس الليبيين يرفضون بشكل عام أن يتواجد أجنبي على أراضي الوطن وهو ما يستفزه من يتير الردود فعل في شارع الليبي المطالبة بجيش والشرطة تزداد يوما بعد يوم في العاصمة طرابلس لفرض الأمن والأمانة وتحريرها من الميليشيات التي عاثت فيها فسادا إسوة بما تعيشه مدينة بنغازي بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية ومحاصرة بقاياهم في آخر محاور القتال فيها اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر